ألم بكم نقلب معكم عدد من الملفات ونبدأ الحرة ليلة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الكامل لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف النيتو وقال بايدن أنه سيعمل مع الكونغرس وحلف شمال الأطلسي لتسريع انضمامهما إلى الحلف وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن واشنطن ستعمل مع هلسينكي وستوك هولم على ضمان الأمن المشترك ومواجهة أي اعتداء أو تهديد بالعدوان بالتزامن مع بدء النظر في طلبهما للانضمام إلى الحلف رسميا تسلم النيتو طلب عضوية فنلندا والسويد لتبقى الخطوات الإجرائية هي ما يفصل البلدين عن الانضمام إلى التكتل العسكري وتنهي الدولتان عقودا من الحياد العسكري قرار الانضمام الذي لم تستغرق الدولتان سوى أسبوع قليل لاتخاذه من المتوقع أن يستغرق كذلك أسبوع قليل لاعتماده وهو ما اعتبره الأمين العام لحلف النيتو لحظة تاريخية إنه يوم جيد في لحظة حرجة لأمننا شكرا جزيلا على تسليمكما طلبات الحصول على عضوية فنلندا والسويد في النيتو لكل أمتنا الحق في اختيار طريقها لقد حددتم اختياركما بعد عمليات ديمقراطية شاملة وانا أرحب بحرارة بطلب الانضمام للحلف أنتم أقرب شركائنا وستزيد عضوياتكم في النيتو من أمننا المشترك سينظر الحلفاء الآن في القطوات التالية ويجب مراعاة المصالح الأمنية لجميع الحلفاء انضمام فنلندا والسويد للنيتو حال إقراره سيكون التوسع الأهم للتكتل العسكري خلال عقود عدا عن كونه أحد أهم التغيرات الأمنية في القارة الأوروبية لا سيما وهو يزيد طول حدود الحلف مع روسيا بمرتين ما دفع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إطلاق تحذيرات متكررة من مغبة هذه الخطوة وتبعاتها وما ستفرضه على أرض الواقع من ردود فعل روسية بيد أن الطريقة لانضمام فنلندا والسويد للنيتو لا تبدو مهدة بالكامل فهناك تركيا التي باغتت دول الحلف بإعلان تحفظها على هذه الخطوة ولها في ذلك مبرراتها وأسبابها المعلنة وغير المعلنة أنقرة تتهم كل من هلسينكي وستوك هولم اللتان تفرضان عليها حظرا لتصدير الأسلحة بعد توغولها في سوريا عام 2019 تتهمهما بتهديد أمنها جراء دعم مجموعة معارضة تصنفها تركيا إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني هذا عدا عن دعم السويد لأنصار فتق الله جولن الذي يلقي عليه الرئيس التركي باللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 فيما قد تكون الأسباب التركية غير المعلنة هي محاولة استغلال أنقرة لموافقتها الضرورية لانضمام الدولتين للنيتو لتمرير مصالح أخرى على رأسها ربما صفقة مقاتلة F-35 الأمريكية التي تم تعليقها بعد شراء أنقرة لأنظمة S-400 الصاروخية من موسكو هذا فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن قد تضعها تركيا على طاولة البحث في اللقاء الذي يجمع وزير خارجيتها مولودة شاويش أغلو بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في نيويورك بعد تقدم فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما هو حلف النيتو ومتى تأسس وما هي شروط الانضمام إليه وما هي الدول المنضوية تحت مظلة هذا التكتل العسكري الكبير تشكل الحلف بتوقيع معاهدة واشنطن عام 1949 بعد الخراب الذي تسببت به الحرب العالمية الثانية وأصبح الدول أوروبا تكافح لإعادة بناء اقتصادها وضمان أمنها ضم الحلف عند تشكيله بجانب الولايات المتحدة عددا من دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من بينهم المملكة المتحدة وكذلك البرتغال والنرويج وهولندا وكندا في عام 1982 انضمت إسبانيا لحلف النيتو وتبعتها كل من تشيك والمجر وبولندا وفي عام 2004 انضمت كل من بلغاريا وإستونيا ودول أخرى إلى الحلف بينما كانت دولة الجبل الأسود مونتينيجرو آخر الدول المنضمة للحلف ليصل عدد دول أعضاء الحلف إلى ثلاثين دولة مؤخرا تقدمت كل من فنلندا والسويد رسميا بطلبين للانضمام لحلف شمال الأطلسي النيتو ويشكل حلف النيتو الذي يتخذ من بروكسل مقر له يشكل نظاما لدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل للرد على أي هجوم من أطراف خارجية على أي دولة من الأعضاء وذلك تحت بند من بنود تأسيس الحلف الذي ينص على أن أي هجوم على حليف واحد هو الهجوم على الجميع واستنادا إلى سياسة الباب المفتوح المنصوص عليها في المادة العاشرة من النص التأسيسي للحلف ورغم أنه لا يسمح بالانضمام إلا للدول الأوروبية له إلا أنه يمكن للأعضاء دعوة دول أخرى للانضمام إلى التكتل العسكري بشرط أن يتبع الأعضاء المحتملين أن يتبعوا القيم الديمقراطية والمساهمة في الأمن الأوروبي الأطلسي ومن بين المعايير الأساسية التي يجب أن تتمتع بها الدولة المرشحة للانضمام لهذا الحلف امتلاك نظام ديمقراطي موحد واقتصاد سوق مفتوح وكذلك القدرة على المساهمة في العمليات العسكرية للحلف ورغم التهديدات التي وجهها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مؤخرا لكل من فنلندا والسويد في حال انضمامهما للحلف وتهديدات الرئيس التركي بعرقلة انضمام البلدين للتكتل العسكري فإن الخارجية الأمريكية بدأت متفائلة إذ أكد المتحدث باسمها نيد برايس أن الإدارة الأمريكية واثقة من التوافق داخل الحلف لإقرار عضوية السويد وكذلك فنلندا قد يتساعل البعض عن العقبات التي تقف وراء انضمام أوكرانيا لحلف الناتو على غرار الدول الأخرى الإجابة صرح بها الأمين العام لحلف الناتو يينس ستوتربرغ الذي أكد أن قضية طلب أوكرانيا الانضمام للحلف تتسبب بتوتر الأزمة بين روسيا والغرب هذا بجانب أن كييف لم تحقق كافة الشروط المطلوبة منها للانضمام إلى الحلف ومن بينها إدخال إصلاحات دستورية وقضائية كان الرئيس الأوكراني بولد مازلينسكي يسعى إلى تحقيقها قبل بدء الغزو الروسي لبلاده الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الممثل الخاص السادق للولايات المتحدة لأوكرانيا والسفير الأمريكي السابق لدى حلف الناتو كورت بولكر أهلا مرحبا بك وكذلك ينضم إلينا من أنقرة مدير الدراسات الأبنية في مؤسسات سيتا مراد يلستاس أهلا مرحبا بضيفية الكريمة أبدأ معك سيد بولكر من واشنطن بعد تقديم كل من فنلندا والسويد بشكل رسمي لطلب الانتحاق بحلف شمال الأطلسي الناتو ما هي الإجراءات والخطوات الآن وكم من الوقت ستستغرق نعم هناك عملية تقنية وعملية سياسية من الناحية التقنية سيكون هناك مفاوضات للبروتوكول للدخول في معاهدة الحلف وهي وثيقة سهلة إلى حد كبير يتكلمون عن مساهمة كل من فنلندا والسويد إلى الحلف مستويات الإنفاق الدفاعي وغيره وهذا سيكون سهلا لأن الدولتين تتعاملان الآن مع حلف شمال الأطلسي ثم هناك القمة في الشهر المقبل وعندها كل دولة عليها أن توافق على البروتوكول والتصديق على المعاهدة هناك تسريع لهذه العملية نتوقع أن تنتهي في غضون العام المقبل أما على المستوى السياسي فالأمور أكثر تعقيدا تركيا تكلمت عن مخاوف حيال انضمام فنلندا والسويد وهناك أيضا وفد سويدي يتوجه إلى أنكارا للتكلم مع الأتراك وذلك يتطلب وقتا ولكن هناك تفاؤل بأنه سيكون هناك موافقة من تركيا واتفاق مع الحلف عن مقارب نعم هنا أنتقل لك سيد مراد من أنقرة ما هو مقدار المرونة اليوم لدى أنقرة في التعامل مع هذا الملف وأسماح ربما لكل من فنلندا والسويد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي أعتقد أن هذا السؤال مهم للغاية ويتعلق بتغيير موقف تركيا حيال عضوية فنلندا والسويد ولكن ذلك لن يكون بالسهل تركيا لديها مخاوف كثيرة تتعلق بعضوية الدولتين أولا علينا أن نشير إلى أن تركيا ليست في المبدأ ضد سياسة الأبواب المفتوحة لحلف شمال الأطلسي نحن ندعم منذ نهاية الحرب الباردة توسيع حلف شمال الأطلسي وتركيا كانت متحمسة في دعم عضوية أوكرانيا وجورجيا إلى أوكرانيا ولكن المشكلة الآن تختلف عندما ننظر إلى السويد تركيا تعتبر السويد دولة تدعم نشاطات حزب العمال الكردستاني على الأراضي التركية ونعرف ما هي أيضا ما هو نشاط حلف شمال الأطلسي في السويد تركيا تعتبر البيكاكا منظمة إرهابية هي ناشطة منذ أربعين عاما وفيما يتعلق بالنشاط المدني للبيكاكا السويد يقدم مجالا مفتوحا لعمل حزب العمال الكردستاني رغم نشاطاته الإرهابية في تركيا وفي سوريا وهنا أريد أن أقرأ لو سمحت تحليلا موجزا جدا من تقرير كما نشره من قبل الخدمات الأمنية السويدية في العام 2018 يقول أن هناك مجموعات أخرى كالبيكاكا التي تقوم بنشاطات مسهلة للإرهاب كالتجنيد في السويد من الواضح أن السويد تدعم إلى حد كبير حزب العمال الكردستاني وتركيا تطالب الدولتين فنلندا والسويد أن تغير موقفهما حيال البيكاكا وإلا لن تغير تركيا من سياساتها وموقفها حيال توسيع حلف شمال الأطلسي للدولتين المعنيتين وتركيا تطالب أيضا من دول الحلف وخاصة السويد التي تفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة على تركيا لمواجاتها للإرهاب في شمال سوريا في ذات السياق كيف قرأتم لقاء اليوم موزير الخارجي التركي بنظيره الأمريكي هل هناك أي بوادر لحلول وسط أو تسوية ربما نعم سيكون ذلك صعبا هناك مسألة سيتم التركيز عليها تركيا تطالب من أمريكا طائرات F-13 وهو أمر مهم للغاية وتركيا ستكون واضحة جدا للإشارة عن سياساتها فيما تعلق بتوسيع حلف شمال الأطلسي أولا تركيا تطالب تغيير سياسة فنلندا والسويد حيال البكاكا أو منظمات إرهابية أخرى عندها يمكن أن تدعم تركيا التوسيع هنا أعود لضيفنا سيد كورت فولكر من واشنطن استمعنا لسيد جيك سوليفان وبدأ متفائل بالفعل بتجاوز هذا الخلاف مع تركيا وقبل ذلك كان أيضا متحدد بالسموزات الخارجية الأمريكية نيد برايس قال بأن هناك توافق على ضم فنلندا وكذلك السويد إلى الحلف برأيك ما الذي يجعل الولايات المتحدة على هذا القدر من التفاؤل بتجاوز الخلاف والرفض التركي هناك نقطتان أولا نفهم المسألة التي تكلمت عنها تركيا كما قال الضيف من أنكرة هو يتعلق الأمر يتعلق بدعم السويد للبكاكا أو حلف أو حزب العمال الكرديستاني ونحن نددنا بهذا الموقف ونعرف أن السويد تفهم المخاوف التركية ولا فنلندا ولا السويد تدعم الإرهاب نعرف ذلك أيضا هناك فواعد في هذا الإطار تتعلق بالدول المنضوية للاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هناك إمكانية لإيجاد حلول في هذا المجال حلول تسهلها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك لابد من التفاؤل في هذا الإطار سؤال أخير سيد فولكر في المقابل ما هي فرصة استجابة السويد وفنلندا لهذه المطالب التركية؟ أخير من نوجة نظرك الأمر بدأ يحصل فنلندا والسويد أرسلتا وفودا إلى أنكرا تصل الغد سيكون هناك حوار حول هذا الموضوع واتخاذ خطوات مشتركة يتفق عليها أو تتفق عليها فنلندا والسويد وتركيا لإجابة لمخلوقك شكرا جزيلا لك وكان معنا من أنقرة كذلك سيد مراد يلستاز شكرا لكم